اشتركوا في القناة على تفاصيلها خطوات التقديم وكيفية التقديم وكذلك الشروط المطلوبة للتقديم وجميع تفاصيل هذه المنحة دعونا نذهب بشكل مباشر إلى التفاصيل النسبة للمؤسسة المانحة أو الدعم لهذا المنحة هي عبارة عن مؤسسة أثاناسيوس كاتوريديس بالتعاون مع شركة أوروبا أفريكا أو أورو أفريكا لتقديم منح ممولة بالكامل للطلاب المصريين لدراسة البكاليريوس والماجسير والدكتورة في إحدى الدول التالية مصر أو القبرص وكذلك إحدى الدول الأوروبية للعام الأكاديمي 2020-2021 هذا هو إعلان المنحة على موقع المؤسسة نلاحظ هذا الإعلان فيه جميع التفاصيل لدينا الإعلان باللغة الإنجليزية PDF خاص في الإعلان المنحة وكذلك إعلان خاص باللغة العربية نلاحظ هذا الإعلان هذا هو إعلان المنحة مقدمة من مؤسسة كما تكلمنا أثاناسيوس كاتوريديس التي تدعم البرامجة الثقافية والتعليمية بالتعاون مع شركة ومحطة تحويل يورو أفريكا وتقدم هذه المؤسسة 15 منحة دراسية للعام الجامعي 2020-2021 للطلاب ذوي الجنسية المصرية للدراسة الجامعية وكذلك الدراسات العليا في مصر وقبروس وأوروبا طبعا هذه المنحة تفاصيلها سنتطرق لها في هذا الفيديو من حيث الشروط التقديم والوثائق المطلوبة للتقديم ننتقل الآن إلى تمويل المنحة ومميزاتها بالنسبة للتمويل هذه المنحة واضح في الملف الخاص بهذه المنحة والذي سنضع رابطة إن شاء الله في صندوق الوصف أسهل الفيديو نلاحظ فترة المنحة وكذلك المبلغ الذي تعطيها هذه المنحة واضحة في هذا الملف نلاحظ أن المنحة المؤسسة تحتفظ بالحق هذا هي الملاحظة المؤسسة تحتفظ بالحق في إعطاء منح ممولة بالكامل أو منح جزئية إذن يوجد لدينا منح ممولة بالكامل ومنح جزئية ها في معانا ملاحظة هنا إن المبالغ الذي تعطى للطلاب قد تصل إلى 15 ألف يورو سنويا بحسب رسوم الجامعة وتكاليف الجامعة وتكاليف المعيشة الموجودة في مصر أو في قبرص أو في أي دولة أوروبية طبعا بالنسبة لفترة المنحة تختلف فترة المنحة بحسب البرنامج الدراسي الذي يختارها الطالب أو التخصص الذي يختارها الطالب وعدد السنوات كذلك بالنسبة لبرامج الدكتورة قد تصل مدة الدراسة إلى 24 شهرا إلى 24 شهرا ويمكن التمديد لأسباب معينة في حالة سمحت المؤسسة بذلك إذن المنح ممولة بالكامل تشمل جميع التفاصيل أو جميع التمويلات أو التكاليف وكذلك فيه منح جزئية بحسب رؤية المؤسسة لتقدير الطالب أو مؤهلة الأكاديمية يمكن منح منح ممولة بالكامل أو منح ممولة جزئيا طبعا في ملاحظة هنا أنه يجب على الطالب أن يخبر المؤسسة في حالة إذا كان لديه أي تمويل آخر يمكن لكم الاطلاع على التفاصيل كاملة من الملف الذي سنضع لكم رابطة في أسفل الفيديو إن شاء الله بالنسبة لشروط التقديم لهذه المنحة واضحة في الملف الخاص بالمنحة كذلك نلاحظ الشروط العامة أولا أن يكون الطلاب المتقدمين لديهم الجنسية المصرية اثنين أن يكون الطالب المتقدم قد أكمل الخدمة العسكرية الإلزامية أو يمكن أن يكملها بحلول 31 ديسمبر 2020 الشرط الثالث يجب أن يكون الطالب المتقدم لهذه المنحة يدرس بدوام كامل أو يريد التقديم للدراسة بدوام كامل وغير مسموح الفترات طويلة الأجل وكذلك الطلاب الذين يدرسون بدوام جزئي كذلك لا يمكن السماح بالتقديم لأكثر من منحة في نفس الوقت وهذه المنح ليس لها أثر رجعي ويجب أن تبدأ فترة الدراسة أو تبدأ فترة الإبتعاثة والمنحة في 1 عشرة 2020 والطلاب الذين يدرسون حاليا بالفعل يجب أن يكون لديهم عام واحد على الأقل من أجل التقديم لهذه المنحة إذن يمكن للطلاب الذين ينهون الدراسة التقديم لهذه المنحة وكذلك يمكن للطلاب الذين يدرسون حاليا في جامعات في مصر أو في قبرص أو في أوروبا التقديم كذلك لهذه المنحة بشرط أن يكون لديهم عام واحد على الأقل حتى يتخرجوا من دراستهم هذه هي الشروط العامة ننتقل الآن إلى الشروط الخاصة أما بالنسبة للشروط الخاصة للتقديم فهناك معنا عدة شروط أولا شرط العمر شرط العمر لدينا قسمين في شرط العمر أولا يشترط أن يكون الطالب المتقدم قد ولد إما في العام 1987 أو ما بعد ذلك العام بالنسبة للطلاب المتخرجين من المدرسة والذين سيتقدمون لجميع التخصصات معداد تخصصات الطب أما بالنسبة للذين سيتقدمون لتخصص الطب فيشترط أن يكون المتقدم قد ولد في العام 1985 أو ما بعدها إذن هذا هو شرط العمر يعتبر شرط جيد جدا يعني تقريبا مناسب بعد العام 1987 أن يقدم لجميع التخصصات معداد الطب أو للطالب الذي يولد في العام 1985 أو ما بعدها يمكنها التقديم لتخصص الطب أو أي تخصص آخر طبعا هناك شروط أخرى منها شرط المعدل التراكمي الذي حصل عليها الطالب ولدينا شرط الخاص بالدبلوم أو مع الدراسات العرياء بحسب الجامعات التي ستقدم عليها أو التي أنت الآن تدرس فيها بالنسبة للجامعات الأوروبية يشترط أن يكون معدلك بالنسبة للبكالوريوس 8 من 10 وكذلك بالنسبة للدراسات العليا يكون 8.5 من 10 بالنسبة للجامعات في قبرص وفي مصر تعتبر المعدلات المطلوبة ما يعادل الثمانية وكذلك ما يعادل الثمانية ونص بالنسبة لأي تقديرات أخرى إما المئوية أو أي تقدير آخر بحسب الأنظمة المعمولة بهذه الجامعة ننتقل الآن إلى الشرطة الثالث بالنسبة للشرطة الثالث هو المعدل التراكمي المطلوب في حالة ليس لديك شهادة الدراسات العرياء وواضحة أمامنا أن يجب أن يكون معدلك التراكمي بالنسبة للجامعات الأوروبية 8.5 من 10 وبالنسبة للجامعات الأخرى في مصر وقبرص يجب أن تكون معدل يعادل الثمانية ونص بأي تقدير آخر إما المئوي أو غيره ممكنك التحويل من المعدل المئوي إلى المعدل الذي يقاس من 10 حتى تعرف هل هو مناسب للثمانية ونص أو أكثر منها أو أقل منها طبعا هذا بالنسبة لشروط المعدلات التراكمية يمكنكم الإطلاع على الاستثناءات الموجودة لتفاصيل أكثر بالنسبة لشرط اللغة الشرط الرابع هو شرط اللغة يفترض أو إذا كان لديك اللغة الأجنبية التي ستدرس فيها أو التي تطلبها الجامعية يجب تقديمها إما عند التقديم إذا كانت لديك أو عند القبول النهاي إذن فيه سماحية لتقديم هذا الشهادة عند القبول النهاي أما بالنسبة لإعفاء من الشهادة يمكن إعفاء الطالب المتقدم من الشهادة في حالة إذا كانت الجامعة لا تشترط هذه الشهادة للقبول في الجامعة إذن إذا كنت ستدرس في مصر والجامعة لا تقبل منك شهادة اللغة الإنجليزية مثلا أو أي لغة أخرى فيمكنك التقديم بدون هذه الشهادة بدون شهادة اللغة الأجنبية المطلوبة إذن إذا كانت لديك شهادة اللغة الأجنبية فهذا سيعدعم الفك إذا لم تكن لديك يمكنك تقديمها عند القبول النهاي أو يمكن أن تعطيك الجامعة ورقة أو إثبات بأن اللغة هذه ليست مطلوبة بالنسبة للتخصص الذي قمت بالتقديم عليه هذه هي شروط ننتقل الآن إلى الوثائق المطلوبة أما بالنسبة للوثائق والمستندات المطلوبة للتقديم موجودة كذلك في الملف الخاص بتفاصيل هذا المنحة وأنا لاحظها كالتالي أولا صورة شخصية واحدة بحجم جواز السفر أو بحجم البطاقة الشخصية أو الهوية الشخصية ويجب كتابة الإسم كاملا خلف هذه الصورة الشخصية يجب كتابة هذا الإسم كامل إسم المتقدم بالكامل كذلك يجب تقديم سيرة ذاتية مكونة من صفحتين على الأكثر باللغة الإنجليزية تحتوي على جميع التفاصيل المطلوبة في هذا الملف يمكنكم الإطلاع عليها كذلك تقديم شهائد الأكاديمية التي حصلت عليها في السنوات السابقة مبينا فيها جميع الدرجات التي حصلت عليها وكذلك المعدلة التراكمية التي حصلت عليها مع بيان تفصيلي لهذه الدرجات كذلك مطلوب شهادة التخرج من المدرسة أو من الجامعة وكذلك شهادات بالنسبة للدبلوم وكذلك البكالوريوس والدرجات التي حصلت عليها كاملة وملخص لأي عمل أو أي مشروع تخرج أو أي بحث قمت فيه سابقاً وكذلك خطة دراسية أو خطة بحث تنوي القيام بها وتوصيتين أكاديميتين من أساتذة جامعات فيه هنا اشتراطات خاصة بالتوصية يمكنكم الاطلاع عليها كذلك اثبات من مراسلتك للجامعات بالنسبة للطلاب الذين ينون التقديم لأي تخصص في أي جامعات في مصر أو في قبرص أو في أوروبا يمكنهم تقديم إثبات لمراسلتهم الجامعة وبالنسبة للطلاب الذين يدرسون حالياً في أحد هذه الدول يمكنهم تقديم إثبات بأنك تدرس في هذه الجامعة وأنك تدفع رسوم من أجل يمكنك التقديم لهذه المنحة كذلك في عدة وثائق أخرى مطلوبة تقريباً 17 وثيقة مطلوبة أحد هذه الوثائق هي التخصصات الموجودة إثبات بأن التخصص الذي تدرسه هو من ضمن التخصصات المسموحة والتي تكلمنا عنها في موضوع التخصصات المتوفرة في التقديم لهذه المنحة كذلك يوجد لدينا عدة وثائق مطلوبة يمكنكم الإطلاع عليها منها خطة بحث بالنسبة للدكتورة والاشتراطات الخاصة فيها وموافقة بالنسبة لبرامج الدكتورة هناك عدة وثائق مطلوبة منها كذلك نسخة من جواز السفر أو أي هوية شخصية بعدد 17 وثيقية يمكنكم الإطلاع عليها في الملف الذي سنضعها إن شاء الله أسفل الفيديو بالنسبة للتخصصات المتوفرة في هذا المنحة لدينا تخصصات نوعية ونادرة وتخصصات كثيرة جدا أهمها تخصص الطب العلوم الصيدلانية وكذلك علم الأمراض وكذلك الجراحة وعندنا تخصصات هندسة مدنية كذلك اقتصاد والتمويل وتخصصات كثيرة منها الهندسة الميكانيكية في تخصص الجيولوجيا والتعدين والدراسة الفيزيائية وكذلك كيميا ومادة الأحياء والعلوم الكمبيوتر وكذلك هندسة كهربائية اتصالات في تخصصات كثيرة يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الملف الخاص بالمنحة وجميع تفاصيلها سنضع لكم إن شاء الله رابط هذا الملف في صندوق الوصف أسفل الفيديو ويمكنكم تشييك والتحقوق من التخصص الذي تريدونا بالنسبة لآخر موعد للتقديم واضح كذلك في الملف الخاص بالمنحة آخر موعد للتقديم وإرسال الملفات سيكون 31 ديسمبر 2020 إذن 31-12 هو آخر موعد للتقديم أما بالنسبة لطريقة التقديم لهذه المنحة فهي واضحة كذلك في الملف الخاص بتفاصيل هذا المنحة ويمكنكم التقديم بطريقتين الطريقة الأولى أن يتم تجميع الملفات المطلوبة والوثائق المطلوبة وإرسالها قبل تاريخ 31-12 عن طريق إحدى الطريقتين التاليتين إما إرسالها عن طريق البريد إلى العنوان الواضح أمامكم وهذا عنوان المؤسسة واضح أمامكم أو يتم إرسال الوثائق المطلوبة عن طريق الإيميل الواضح أمامكم والذي سنضع إن شاء الله في صندوق الوصف يمكنكم التقديم بإحدى هذه الطريقتين كما يمكنكم من خلال الملف الذي سنضع لكم رابطة أسفل الفيديو إن شاء الله يمكنكم الاطلاع على بقية تفاصيل المنحة الخاصة بطريقة الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين وكذلك موعد إعلان النتائج وطريقة إعلان النتائج يمكنكم الاطلاع عليها وكذلك التزامات الطلاب الحاصلين على المنح وعدة تفاصيل أخرى يمكنكم الاطلاع عليها نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ولا تنسوا دعم القناة اشتراك إعجاب للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر